اشتركوا في القناة ناتج تعليمي محدد نريد أن نحققه في هذه الحصة وهو أن يفسر المتعلم الكلمات والمصطلحات الواردة في النص ولدينا معايير لنجاح هذه الحصة أولا أن يفسر المتعلم معاني الكلمات ثانيا أن يوظف المتعلم بعض الكلمات في جمل من إنشائه ثالثا ينشئ المتعلم فقرة مستخدما بعض المفردات الجديدة أعزائي الطلب اليوم يوجد لدينا مفهوم جديد أيضا وهو الخرائط المفاهيمية قمنا بالتعرف عليها من قبل وهل تتذكر أن الخرائط المفاهيمية هي من أهم الوسائل التي تعمق الفهم؟ وهي عبارة عن شكل تخططي يربط المفاهيم والمعلومات بعضها ببعض إذن سنقوم باستغلال خرائط المفاهيمية لتلخيص درس اليوم والتعرف على أهم المعلومات في هذا الدرس ولكن هذا سيتم تحقوقه في الحصة القادمة إن شاء الله لحصة اللغة العربية عند قراءة الدرس واستخراج أهم المعلومات في هذا الدرس ورسم خريطة مفاهيمية كاملة عن كل ظاهرة من الظواغر أعزائي الطلب قبل البدء بالبحث عن معاني الكلمات والتعرف عليها وتوظيفها لتكوين الجمل هيا نذكر أنه للبحث عن الكلمات في اللغة العربية أو عن معاني الكلمات نبحث فيما يسمى بالمعجم ينقسم المعجم إلى نوعين إما معجم رقمي ومعجم ورقي المعجم الرقمي هو البحث عن معاني الكلمات في المعجم عبر الشبكة المعلوماتية أما المعجم الورقي فهو المعجم المعجم الورقي الذي نبحث فيه هل أنت على استعداد الآن أن نتعرف على معاني الكلمات الجديدة هيا تابع معي عزيز الطالب لتفسير معاني الكلمات كما تحدثنا من قبل يوجد طريقتين إما أن نقوم بفتح الكتاب المدرسي على صفحة رقم 147 و148 أو البحث عن الشبكة المعلوماتية ولكن أنا أشعر أن الأقرب لنا هو فتح الكتاب هيا افتح كتابك وتابع معي والآن أعزيز الطالب هيا نرى معاني المفردات المقررة لهذا الدرس هل أنت على استعداد أن تتعرف على هذه الكلمات؟ هيا تابع معي الآن في الشريحة القادمة والآن أعزيز الطالب تنقسم مجموعة المفردات الجديدة إلى أسماء وأفعال وصفات النوع الأول الآن وهو الأسماء الكلمة الأولى الكلمة الأولى هي كلمة تلاصم تلاصم كلمة جمع مفردها بالفعل تلصم وهو الشيء الغامض غير المفهوم أما الكلمة الثانية فهي جعجعة جعجعة كلمة تعني كثير الكلام مرتفع الصوت قليل العمل كلمة التالية هي كلمة عنوة علوة تعني صعوب عليه واشتد عندما أقول عمل الفلاح في عنوة ما معنى أنه قام بعمله بشقاء نأتي الكلمة التالية وهي كلمة غضون غضون تعني أثناء عندما أقول سينتهي الطالب من واجباته في غضون ساعة غضون أي أثناء ساعة سينتهي الطالب من عمل واجباته كلمة التالية هي كلمة تسونامي تسونامي نوع من الموجات المائية ضخمة مرتفعة جدا الكلمة التالية كلمة البرضيات البرضيات نبات مائي استخدمة للكتابة وكان دليلا على وجود الكثير من الحضرات كلمة التالية هي كلمة أطلال أطلال ما بقى من أثار الديار والآن عزيزي الطالب هيا نتعرف على معنى بعض الأفعال التي تم ورودها في النص هيا نذكر أن الفعل يدل على عمل شيء معين والأفعال تنقسم إلى ثلاث أنواع إما فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر الفعل الأول هو أماطة أماطة تعني أزاحة وكشفة عندما أقول أوصن الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق ما معنى كلمة إماطة هنا؟ أي كشف وإزاحة الأذى عن الطريق الفعل الثاني يزمون يزمون تعني يؤكدون عندما أتحدث وأقول المجتهدون يزمون على الطفوع ما معنى هنا كلمة يزمون؟ كل من يجتهد يريد أن يصل إلى الطفوع بالفعل الفعل التالي هو كلمة قبعة قبعة أي بقى مختفيا نحن الآن جميعا نقبع في المنازل بسبب الظروف التي تتعرض لها الدولة وبالفعل إذا كلمة قبعة دعني بقى مختفيا عن الأنظار الفعل التالي أعزائي الطلبة هو فعل يعجو يعجو يوجد كلمة واحدة ويوجد لها الكثير من المعين عندما أقول عجّ المسلم بالدعاء أي رفع صوته لله سبحانه وتعالى يطلب منه العفو المغفرة عجّ الطريق أي غصة وامتلأها أما عندما أتحدث وأقول عجّت الرياح أي اشتدت وارتفعت إذن كما تعودنا من قبل هناك كلمة واحدة ولكن يختلف معناها حسب صياق الجملة والآن عزيز الطلبة جاء وقت التعرف على بعض معاني الصفات معلمتي أنت تحدثت من قبل أن أقسام الكلمة هي الإسم والفعل والحرف الصفات هذه تكون من أي قسم أقسام الكلمة من يعرف إنها من الأسماء أحبابي هيا نرى ما هي الصفات التي تم ذكرها في هذا النص كأولا كلمة خلاب كلمة خلاب تعني رائع وخذاب عندما أتحدث وأقول منظر البحر خلاب البحر هنا منظر البحر ما به رائع يجذب النظر إليه كلمة التالية هي كلمة أسطورية أسطورية أي غير وقعية وغير حققية إذن هل معلمتي يوجد هنا في هذا الدرس بعض الأسطير سنرى ذلك الحصة القادمة إن شاء الله ولكن أنا أطلب منك أن تستعدل الحصة القادمة لقراءة الدرس إذن هيا الآن نتعرف على الصفة التالية مروعة مروعة تعني مفزعة ومرعبة هل يوجد أشياء مرعبة؟ سنعرف الحصة القادمة الطارئة هي الحادث المفاجئ والآن هيا الآن بعد التعرف على معاني الكلمات نريد أن نوظف هذه الكلمات لإنشاء جمل تابع معي الرجاء فتح الكتاب المدرسي على صفحة رقم 148 لنقوم باستخدام بعض الكلمات لإنشاء جملة واحدة رقم واحد كلمة أماطة أسطورية تلاصم هيا نقوم بصياغة جملة من هذه الكلمات أماطة تذكر أن معناها أزال وكشف أسطورية خير حقيقية تلاصم المبهم غير المعلوم هيا بالفعل أماطة العلم كثيرا من التلاصم الأسطورية الجملة الثانية الطارئ مروعة سرب تعرض سرب الطيور لحدث طارئ وهو هجوم كائنات مروعة عليه ثلاث يجزم غضون العالم هيا يجزم العلم بتعرض بعض من الدول العالم لظواهر كونية غريبة في غضون الأعوام القادمة مرة أخرى يجزم العلم بتعرض بعض من دول العالم لظواهر كونية غريبة في غضون الأعوام القادمة إذا كان لديك القدرة على صياغة جملة جديدة الرجاء صياغتها وتوسوير هذه الورقة وإرسالها مرة أخرى على الواتساب تابع معي والآن عزيز الطارئ تعرفنا على معاني المفردات أكثر من مرة وتم تعرض إليها أكثر من مرة والآن جاء دورك يا بطل أريد أن تكتب هذه الجمل من إنشائك وكن بإرسالها عبر مجموعة الواتساب أنا بانتظار إجابات للأسئلة هيا يا بطل وظف ما يأتي في جمل من إنشائك كلمة أماطة هل ذكرون ما معنى كلمة أماطة؟ بالفعل هي أخفى وكشفى وأزاح أسطير أسطورية بالفعل هي غير حقيقية مروعة مفزعة غضون تعني أثناء أحسنت والآن عزيز الطالب أريد أن أرجم الجديدة وهذا للطلاب المتميزين ونجد لدينا سؤال آخر في الشريحة القادمة تابع معي عزيز الطالب أنا أعرف أن الآن لديك كثير من الوقت حاول أن تقوم باستغلال هذا الوقت في استخدام هذه الكلمات في كتابة فقرة من إنشائك جزيم طلاصم عنوة جعجعة خلاب طارئة مروعة غضون سأرى الآن من يستطيع أن يكتب هذه الفقرة أتمنى لكم التوفيق وأراكم الحصة القادمة إن شاء الله الرجاء الاستعداد للحصة القادمة بكراءة النص كراءة جيدا مع التركيز على أراء العلماء من مؤيدين ومعارضين لكل ظاهر من الظاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر